اشتركوا في القناة هتلاقي فيه اكتر من شعبة عندنا في التعليم التجاري ما بين شعبة قانون ما بين شعبة ادارة ما بين شعبة تسويق وشعبة تأمينات وكل شعبة لها محاسبة مختلفة عن التانية طيب المحاسبة بتاعتنا النهاردة خاصة بشعبة ادارة وهي المحاسبة الخاصة بمحاسبة الضرائب ودي محاسبة جديدة علينا وإحنا طالعين من سنة تانية بناخد كده ايه بقى حاجة جديدة علينا كده يعني تعتبر بالنسبة لنا ما درسناهاش قبل كده لها افكار تانية لها طرق حل تانية تمرينها مختلفة هنتعرف ان شاء الله النهاردة في محاسبة الضرائب او محاسبة الضرائب عن كل ما يخص المنهج وازاي نبدأ من اول السنة ان شاء الله نهتم بالمادة ونبدأ نذاكرها ونبدأ نركز فيها ونبدأ نحل كتير تمارين نتعود على حل تمارين من كتاب المدرسة وامتحانات بعد ما نخلص شرحه كل وحدة وكل باب وعايزين نتعرف النهاردة يعني ايه محاسبة الضرائب ايه الفايدة منها بالنسبة للدولة او بالنسبة لنا كافراد الضرائب دي اهدافها انواعها كل ما يختص بمحاسبة الضرائب ان شاء الله في حلقكم المؤيزة في برنامجنا في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية هنبدأ ان شاء الله النهاردة نعرف كل حاجة عن محاسبة الضرائب طيب عايزة نبه ان شاء الله اللي هياخد معنا المنهج من اول ويتابعنا على قناة مصر التعليمية يبدأ يركز في الاسئلة اللي احنا هنشرحها احنا ملتزمين بالمنهج بتاعنا بنحاول كمدرسين طبعا بنانا على تعليمات مستشارين المادة احنا كمدرسين لنلتزم بالقواعد والاجراءات الخاصة بايه المادة بتاعة محاسبة الضرائب او اي محاسبة تاني وبرضو بناوه للزمله والكل الطلبة ان ان شاء الله مفيش اي تغيير في المنهج لمحاسبة الضرائب بنسبة المحاسبة نشرحها النهاردة نفس النسب نفس الاسئلة مفيش اي تغيير خالص احنا عايزين السنة دي نخلي المحاسبة او نفكر الطلبة او نتعب شوية مع الطلبة احنا عارفين المحاسبة لازم تكون ايه كل سنة متغيرة عن السنة اللي قبلها يعني احنا السنة دي ممكن هنبدأ بشرح الشرائح الخاصة بمحاسبة الضرائب وهفهمكم بعد كده ايه يعني ايه كلمة شرائح طيب المهم عندي ان انا كمدرس لازم احاول افهم ابنائنا الطلبة والطالبات ان المحاسبة بتاعتنا بتاعة محاسبة الضرائب دايما بتكون متغيرة ومتجددة يعني كل فترة او كل سنة يصدر بعض القوانين والقوانين دي محتاجة مننا ان احنا نتبعها ومحتاجة مننا ان احنا نغير في المادة فالمادة بتاعة محاسبة الضرائب بتاعتنا من ثلاث سنين فيها اجزاء متغيرة نسب في شرائح اتغيرت فبنعنا كده ان احنا بنقول ان المحاسبة بتاعتنا دايما بتتغير من وقت للتاني طيب ايه المطلوب مننا بقى دلوقتي بالنسبة للطلبة والطالبات مطلوب مننا نحل انتحانات كتير مطلوب مننا ان احنا نتمرن في كتاب المدرسة برضو على حل التمرين اذا كانت عندنا منصات الكترونية خاصة بوزارة تربية والتعليم نحاول نتابع عليها نتابع هنا في حلقات ان شاء الله باذن الله هنحاول نلملكم المنهج في حلقات متعددة وكتيرة عن محاسبة الضرائب وابدأ امرها نفسي عشان المادة مادة كويسة من ضمن المواد المحاسبة اللي هي اللي بتخلي الطالب يبدأ يفكر في حل التمرين ومش عايز اي طالب او طالبة يبدأ يحفظ التمرين شكله حفظ بشكل معين لأ احنا بالقول لازم تفكر ولازم تعتمد اه مطلوب مننا حفظ بعض نسب بعض حاجات حاجات اساسية انما لازم افكر لو التمرين مثلا زي ما هاعرض معكم ان شاء الله النهاردة على مادة محاسبة الضرائب هي المادة بتتكلم عن ايه وايه معنى كلمة الضرائب عايز ابدأ معكم دلوقتي ان شاء الله على بداية محاسبة الضرائب مفهومها جزء نظري نظرة شاملة عن المحاسبة وعايزين برضو ننمي افكارنا في المادة ونبدأ نقول الممكن المادة ان شاء الله بعد ما نكمل او نخلص دبلوم ندخل جامعة هنلاقي طريقة الامتحام مختلفة ممكن نيجي بطريقة متوارة بطريقة اختياري بابلشيت زي ما بياخدوا الطلبة ابنائنا بتوع جامعات مصر كلها فابدأ مرا نفسي على الاجزاء دي كتير طيب المطلوب مني ان انا اخد المنهج من اوله خطوة خطوة يعني نظام ابواب ونظام سؤال وهبدأ النهاردة النهاردة اشرح لكم ان شاء الله محاضرة تعرفية عن المنهج ونبدأ نركز مع بعض كلنا فيه ونحاول ناخدها جد شوية اللي عايز ربنا يوفق ويكمل عايز يجيب مجموع كويس قلنا من ضن المواد اللي هي تعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا محاسبة الضريب وكل انوع المحاسبة اذا كانت مساهمة او اذا كانت تأمينات او اذا كانت محاسبة حكومية بالتوفيق ان شاء الله لابنائنا طالبوا الطالبات الدبلوم التجاري على قناتكم مميزة قناة مصر التعليمية وانتوا عارفين ان احنا بعد ما من خلص الحلقة بتنزل على قناة اليوتيوب ومستنين تعليقاتكم في اي حاجة خاصة بمادة محاسبة الضريب النهاردة معاكم ونتوكل على الله كده ونبدأ بداية شرح منهج محاسبة الضريب طيب الاول على محاسبة الضريب عندنا الجزء الاول خاص بتعريف مفهوم الضريب مفهوم الضريب ايه معنى كلمة ضريبة الضريبة دلوقتي عندي عبارة عن فريضة نقضية تحصل عليها الدولة من الافراد والمنشآت تبقى لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية تعال ناخد التمرين كده واحدة واحدة او الجزء اصل التعريف تعريف الضريبة فريضة نقضية وليست عينية يعني ايه نقضية يعني فريضة او مبلغ بيدفع نقضا مين اللي بيحصل عليها الدولة هي اللي بتحصل عليها يبقى احنا الضريب ايه بيحصل او تحصل الضريب من الافراد الى الدولة وممكن من منشآت طيب تبقى لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية طيب حابب اناوه على الحاجة مهمة جدا على مفهوم او تعريف الضريب قلنا اول حاجة لازم تكون هي ضريبة نقضية وليست عينية يعني لازم تدفع نقضا لكن شوية على كلمة نقضية وبرضو مين اللي بيحصل على الضريبة مين اللي بياخدها مننا الدولة يبقى الدولة هي اللي بتحصل عليها طبعا بتحصل عليها من الفرد او من منشآت جبرا وليس اختياريا يعني هي كده كده لازم تدفع وهاشرح معاكم بعد كده انواع الضريب وايه مفهوم الضريب وايه اقسمها او هي تنقسم من ايه واهدافها طيب بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية يعني انا بحصل على الضريب دي عشان اغطي نفقات الدولة العامة بين كافة المصرفات وحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اذا كان عندي تعليم اذا كان عندي صحة اذا كان عندي صناعة او اي حاجة خدمية بالنسبة للبلد بابدأ اخذ من النفقات او من الضريبة دي ابدأ ايه اصرف على النفقات بتاعتي من التعريف ده استنتجنا تلت حاجات او اربعة مهمين الضريبة فريضة لانها تفرض على الجميع ولا يجوز الامتناع عنها يعني الضريبة دي فرضة على كل فرض اي حد لازم يدفع الضريبة سواء موظف سواء صاحب منشأة صاحب شركة صاحب محل صاحب مهنة لازم يدفع الضريبة وما ينفعش امتنع عنها الضريبة نقدية لانه لا يجوز سدادها في شكل خدمات شخصية او عينية زي ليس اقيل من شوية ان الضريبة دي حاجة نقدية ولا يجوز سدادها طبعا في شكل خدمات شخصية او عينية تؤدى الضريبة إلى الدولة بما لها من سيادة وليس للأفراد يعني الضريبة بتدفع للدولة وليس للأفراد يعني منفعش روح أدفع ضريبة لصاحب شركة منفعش أدفع ضريبة لشخص تاني لا الضريبة تدفع للدولة فقط لا غير لأن الدولة لها سيادة ولها قانون طبعا هي اللي بتحصل أو بتحصل على الضريبة تستخدم الدولة حصلت الضريبة في الوفاء بالنفقات العامة للدولة ككل يعني أنا خدت ضرائب عايزة فاهم برضو نقطة دي كويس قوي تركزوا معي كده في النقطة اللي أنا هقولهم أنا خدت ضرائب من شخص من الأشخاص أو من شركة الضريبة دي أنا باخدها لو أنا أفترض خدت ضريبة من شركة أو خدتها من منشأة أو من مثلا عمارة سكنية أنا ما باخدهاش أصرفها في نفقة معينة أنا باخد الضريب دي كلها بحصل إراداتي وابدأ أصرف على نفقات الدولة طيب يبقى أنا أبدي مبدأ في المنهج بتاعي لازم أفاهم الطالب معنى كلمة ضريبة قلنا حاصلة نقدية تحصل عليها الدولة من الغير يعني دي بتحصل عليها الدولة المصرية من الغير سواء بقى مصر أو أي دولة تانية وكل دولة لها شرائح ولها قوانين معينة في الضريبة بتاعتها إحنا بنتكلم عن الضريبة اللي تخصينا في جمهورية مصر العربية عايزة أقول باخد الضريبة نقدا من الفرد وليس عينا أو خدمات ما ينفعش أخد ضريبة خدمة أقول له واحد اعمل لي خدمة معانا مقامل للضرائب أو يديني حاجة عينية عنده عربية الدهالي مقابلة ما ينفعش نقدية تحصل عليها الدولة من الغير جبرا يعني جبرا يعني لازم كده كده يدفعها طيب الحاجة الثالثة أن الضريبة دي خاصة بالشركات أو بالأفراد وإحنا برضو من المفروض أن إحنا نكون عارفين أن الضريبة تفرد سواء على الضريبة عندنا نوعين في الأول يا إما أشخاص طبيعيين تفرد على أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين إيه الفرق بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين شخص طبيعي فرد زي وزيك يعتبر يعني من خلق الله يعني أنا وإنت أو أي حد ده اسم شخص طبيعي إيه وإحنا عارفين كلنا أن أي حد يعني ربنا بيخلقه بيبقى شخص طبيعي عادي جدا دي مش محتاجة أي تفكير فشخص طبيعي له شكله له كيان وطبعا حياة يبقى هو موجود الشخص الاعتباري المقصود بيه أي منشأة أو أي شركة حتى لو خدت اسم شخص شركة فلاني الفلاني شركة كذا دي كلها أشخاص اعتبارية لها كيان برضو يبقى إحنا كده عرفنا أن الأشخاص نوعين أشخاص اعتبارية وأشخاص طبيعي خدنا كده تعريف الضريبة ومفهومها عايز أدخل على جزء تاني من أهداف الضريبة أو الجزء الخاص بنا اللي هو خصائص الضريبة الأول وبعد كده نكمل إيه أهداف الضريبة من خصائص الضريبة أنها ضريبة مباشرة وضريبة سنوية وضريبة شخصية وضريبة تصعودية الضريبة لها أربع خصائص مباشرة يعني تفرد مباشرة على الفرض اتنين ضريبة سنوية تفرد كل سنة ضريبة شخصية يعني خاصة بالشخص تصعودية يعني بتزيد حسب زيادة إيه الحجم بتاع المال بتاعنا طيب نيجي بقى على الشرائح الشرائح الضريبية معنا في حاجة اسمها شرائح ضريبية ودي برضو عايز أشرحها الأول قبل ما أبدأ بالجزء بالتفصيل بتاعنا هنحلها إزاي إحنا دلوقتي نفترض بفرض أننا دلوقتي واحد حقق ربح مليون جنيه مصلحة الضريب أو الحكومة عندنا ما بتحسبوش زيه زي الكسبان أو حقق ربح حوالي 100 ألف جنيه في شرائح فلوس بتاعتنا أو ربح تفرض الضريبة زي ما احنا عارفين على صف ربح الممول طيب يقسم دخل الممول إلى عدة شرائح ويفرض على الشريحة على كل شريحة منها سعر معين مثال ذلك سعر الضريبة على داخل أشخاص الطبيعيين اللي احنا هنقولهم دلوقتي بصوا يا جماعة مهمة جدا 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 دي في بداية المنهج بتاعنا وأنا قلت أبدأ بها الأول عشان دي هتلاقي عندك في معظم التمرين بيطلب منك تحديد الضريبة المستحقة طيب أنا لو عندي دلوقتي مبلغ معين وزي برضو هم واريكم في بعض الأفكار لو أنا عندي مبلغ واحد حقق نفترض مثلا على سبيل المثال مبلغ وقدره 500 ألف جنيه حضرتك بتاخد من 500 ألف جنيه دول مبلغ 8000 جنيه معفاه من الضريبة يعني أنا يا جماعة عندي شركة حققت 500 ألف جنيه ربح وال500 ألف جنيه ربح دول اللي عندي أنا بقول لك كمصلحة ضرائب هعفي لك منهم 8000 إذن أول رقم معفاه من الضريبة برافو عليكم كده إيه تركزوا معاه شوية وتجيبوا ألم ورقة وتطبقوا اعتبر بالنسبة لنا اسمه إيه 8000 جنيه شريحة معفاه طيب الحالة التانية ببدأ أخذ الفلوس أخذ على أجزاء منها يعني أنا ما جا أحسب الضريبة بتاعتي بحسبها على أجزاء ولا تحسب مرة واحدة يعني مثلا واحد يقول لي إيه تابل 500 ألف دول مضربهم في النسبة ثابتة وخلاص على كده لا ما ينفعش لازم الضريبة بتاعتنا تتقسم وتتجزأ إلى شرائح طيب من 8000 لـ 30 ألف لو جينا طرحنا 30 ألف نقص 8000 هيدينينا 22 ألف أروح ضريبها في نسبة 10% إذن يخصم الشريحة الأولى بعد 8000 جنيه الإعفاء 22000 فعشر على مية هيد بقى لها وأيديني 2200 يبقى أنا كده أخذت 8000 من 500 ألف مثلا أنا بقول مثال من دماغه وبعد كده باخد 22000 أروح ضريبهم في عشر في المية يبقى دي 8 ود 22 يبقى أنا كده أخذت من 500 ألف 30 ألف ثم من مبلغ 30 ألف لـ 45 ألف سعره الضريبة بتاعته 15% طيب لما نطرح 4530 يتبقى لي كام 15 15 دي تضرب في 15% نسبة سبتة تديني 2250 طيب لحظوا كده معاه أول حاجة 8000 بعد كده 22 برضو تنويه للسيادة الزملاء وبالنسبة للطلبة لا تغيير في النسب والشرائح هذا العام لو كان فيه تغيير كنا طبعا السادة المستشارين بيبعثوا نشرات لها بس إحنا بنقول إن إن شاء الله ما فيش تغيير فيها المنهج نفس منهج السنة اللي فاتت وزي ما أقول فيه شرائح جديدة تعدلته ده الكلام اللي أنا بقوله في إيه يعني أنا عايز أقول برضو حاجة مهمة الكلام ده زي ما بقول يعني موجود معايا إن الشرايح بتتغير يعني النسب اللي أنا بقولها دي دلوقتي مش متبقة دلوقتي مش متبقة علينا في جمهورية مصر العربية تغيرت النسب وزادت والإعفاء زاد والحاجات دي كلها بس أنا بتكلم على منهج عام دراسي 2021-2022 المنهج المقرر علينا لا تغيير من العام الماضي للعام التالي بناء على تعليمات سيادة مستشار المادة عشان خاطر ما يبقاش فيه لغة من أولها ندي نقول نسبة جديدة ندي نقول نسبة قديمة لا إحنا بنتكلم على كتاب مدرسي أو النسب اللي وصل النشرات بتاعتها المدارس لازم تطبقوا النسب اللي إحنا بنقولها النهاردة طيب حاجة تانية ما فيش أي تغيير في المنهج لا في أسئلة ولا في أي حاجة الرجاء من السادة الزملاء واخواتي طبعا هم عارفين لازم نتفق على إن إحنا نحاول نخلي الطالب إيه يفكر في المادة شوية نخليها متنوعة نحاول إحنا وإحنا بنحل التمارين مع الطلبة نبدأ بأفكار جديدة نقول النقط اللي هي بتبقى موجودة خبايا حتى وإن كان بعض النقاط محتاجة مننا فهم شوية أو محتاجة إن أنا أقصد إن أنا فهمها للطالب محتاجة مننا اجتهاد شوية وما فيش مشكلة لحد دلوقتي لو أنا هاجي أسأل حد أكبر مني أو حد مدرس مثلا مدير أو أي حد أو مستشار المادة مش مشكلة إحنا كلنا في عم بعض أهم حاجة عندنا مصلحة الطالب ولازم نركز في إن إحنا برضو انتحانات نتمرن عليها فكرة جديدة توقع حضرتك فكرة ممكن تقولها توقع حضرتك ممكن يجي السؤال بشكل غير الموجود بكتاب المدرسة لازم نوع وإحنا عارفين قلنا حتى مش في محاسب الشركات بس محاسب الضرائب بس في جميع أنواع المحاسبة نحاول ده التطور الجديد اللي هو بيتم بناء عليه اللي هو التدريس زي برضو يعني بنشوف التغيرات اللي حصلة في السنواء العامة إحنا عايزين كتعليم تجاري يبقى برضو عندنا أفكار تانية عندنا تجديدات تانية عندنا مشاركة مع بعضنا وما فيش مشكلة إحنا نكون إيه مبتكرين ما فيش مشكلة إحنا نكون عندنا مثلا تمرين بشكل معين إيه رأيكم لو عرضناها على بعض بالفكرة الفلانية دي مشت إيه مشتضر طالما في نفس السياق ونفس منهجنا وفي مصلحة الطالب عشان ما يفاجأش الطالب بعد كده في الامتحان بقى أفكار جديدة عليه أه بنقول لازم نلتزم بكتاب المدرسة والحاجات دي كلها بس برضو الامتحان عمره ما يكون خارج كتاب المدرسة ممكن تكون بعض الأشياء اللي محتاجة مننا تفكير شوية وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول بس بالنسبة للطالب والطالبات يكونوا جد شوية في موضوع المذاكرة السنادي أو بعد كده عشان خاطر اللي عايز حاجة لازم يتعف فيها شوية طب أكمل الشرايح بتاعتنا إحنا قلنا وصلنا تاني أنا هقولها دلوقتي لو أنا عندي مبلغ معينة 500 ألف جنيه مثلا بخصم منه 8000 جنيه شريحة أقولها معفاة ثم أخذ من 500 ألف 22 ألف تاني أنا خدت 8000 اتبقى لي 492 ألف ثم بعد كده باخد تاني معدها مبلغ 22 ألف يبقى أنا معاها 492 خدت 22 يتبقى لي 470 الـ 22 ألف دول بضرابهم في 10 على 100 يبقى أنا عايز برضو دي حاجة بتتحفظ بس قبل ما أحفظها أفهمها أول حاجة كامل مبلغ 8000 ثم 22000 في 10 في المية قد تاني رقم أهو 8000 خلاص دي شريحة معفاة الـ 22000 في 10 على 100 ثم 15000 في 15 في المية سبتة أرقام بنسب ثم بعد كده 155000 في 20 في المية وما يزيد عن المبلغ ده هضرابه في كام في 22.5 في المية يبقى الشريح هي عبارة عن شريحة الأولى معفاة 8000 مش أتكلم عليها المبلغ بالترتيب 22 في 10 على 100 15 في 15 على 100 و 155000 في 20 في المية والباقي يعتبر بيضرب في 22 وص على 100 يبقى أنا لو عندي 500 ألف هشيل منهم 8 وبعد كده هشيل 22 ألف وبعد كده هشيل مبلغ عندي يعتبر 22 ألف بعدين 15 ألف وبعدين 155 ألف هتلاقي المجموع كله اللي تشاهل من الـ 500 ألف بالـ 8000 200 ألف جنيه طيب 200 ألف جنيه دول عملتهم نظام شريح اللي يزيد عن 200 ألف جنيه طبعا يضرب فيه نسبة 22.5 في المية حتى لو كان مليون أو 2 أو 3 أيا كانوا الرقم هناما أنا بشيل 8000 طيب واحد شيل 8000 المبلغ وعائد ضريبة الباقي هشيل من 192 ألف على أساس أن أنا شيلت 8000 بتاعتي ده الجزء الخاص بالشرائح ومهم جدا وبيتطلب في معظم التمرين يجي يقول لك حساب الضريبة المستحق أنا دلوقتي النهاردة حلقة إحنا بناخد أجزاء من المنهج والأسئلة دلوقتي هقولها حالا أجزاء المنهج بتاعنا بعد ما أدخل على أهداف أو تقسيمات المحاسبة وهبدأ معكم خطوة خطوة في الست أسئلة المقررين بتاعنا أو الست وحدات أو الأبواب عشان ناخد فكرة عنهم إحنا النهاردة في حلقة تعريفية عن محاسبة الضريب مش شرح منهج لأن إن شاء الله بعد كده هنتوصل معكم في حلقات تانية كتير على قناة مصر التعليمية على المنهج بتاعنا بتاع محاسبة الضريب طيب عايزة أكمل الشرح دلوقتي وأتقل على خصائص كده وتعريفاتها وتقسيمات المحاسبة طيب قلنا 45 ألف شايف النسب 22 في 10 على 100 15 في 15 على 100 155 ألف في 20 في المية طيب الأرقام بتاعتها دي سابتة بالنسب بتاعتها اللي هي إيه؟ 2200 و 2250 31 ألف ما يزيد عن 200 ألف يعتبر سعره 22.5 في المية تعالوا بقى كده إيه؟ ناخد التقسيمات المختلفة للضرائب الضريب لها تقسيمات كتيرة ولها أنواع إحنا قدنا النهاردة منهم خمس تقسيمات هناك العديد من التقسيمات للضرائب من أهمها تقسم الضرائب حسب بقى كل نوع ووظيفة أول حاجة من حيث من يتحمل عبء الضريبة ميلة يتحمل عبء الضريبة ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة وفي سؤال جاف سنة يعني من سنتين كده راح جاي بتعريف ضريبة الدخل مثلا وراح أقول له إيه؟ ضريبة الدخل أن الشخص الذي يدفعها تحمل عبءها مثل الضريبة على المرتبات لا بيقصب بها دي ضريبة مباشرة دي بتعريفها أواجه أقول لك مثلا ضريبة الدخل تفرض على المال عند إنفاقه مثل الضريبة الغير مباشرة أنا عايز أركز بس وقلنا جزء ناظري لأن في الامتحان إن شاء الله بيجي لك حاجة اسمها أسئلة متطورة إذا كانت بقى أكمل إختار صح وغلط فأنت لازم تكون ملم بكل حاجة عندك في الماد يبقى الضريبة من حيث من يتحمل عبءها ضريبة مباشرة حيث أن الشخص الذي يدفعها يتحمل عبءها مثل الضريبة على المرتبات أنا موظف حكومة موظف بيدفع ضريبة على المرتب بتاعي من اللي بيدفعها؟ أنا إذا دي ضريبة مباشرة خاصة بي أنا مش هينفع أحملها على خوية أو زميلي أو حد ما ينفعش اتنين ضريبة غير مباشرة حيث أن الشخص الذي يدفعها ينقل عبءها إلى شخص آخر يعني الضريبة ممكن تكون مباشرة وممكن تكون غير مباشرة ينقل عبءها إلى شخص آخر مثل الضريبة العامة على المبيعات ودي كانت مقررة علينا من كم سنة عشان أقول لكم إن المحازمة تتغير في فترة وإحنا بناخد الوقت يبدالها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الضريبة العامة على المبيعات زي ما يكون عندي منتج وهو المنتج بيصنع سلعة معينة ويدفع الضريبة عليها بس بعد كده مين يبتحملها المستهلك النهائي يبقى هي بتمر بكذا مرحلة نقل الممول أو نقل المنتج الضريبة من عليه لحد ما تحملها مين؟ المستهلك طيب من حيث نقعد ضرائب في ضرائب دخلة تفرض على الدخل عند تحققه ودي ضريبة مباشرة أي دخل بيدخل للفرد مباشرة ده بيسمو ضرائب إيه؟ دخل أما ضرائب الإنفاق تفرض على المال عند إنفاقه ودي ضريبة غير مباشرة طيب نيجي بعد كده على من حيث النظام قلنا ضريبة موحدة وضريبة نوعية إيه هي الضريبة الموحدة؟ الضريبة الموحدة تعتبر تفرض على مجموع الدخل الذي يحقق الممول نتيجة المزاولة والنشاط معين والضريبة النوعية تستقل كل ضريبة بنوع معين من أنواع الدخل مثل الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي والضريبة على إرادات المهن الحرة عايزين نقول ضريبة موحدة على مجموع الدخل اللي أنت بتحققه نتيجة المزاولة والنشاط معين يعني أنا لو عندي مصنع وعندي عمارة وأنا موظف حكومة هجمع الدخل بتاعي ده وادفعه بضريبة موحدة بجمع كل ما تحصل عليه أو ما تحققه من أرباح وابدأ أحسبه ثم ضريبة نوعية يعني كل نوع ضريبة معين من الدخل يخضع لضريبة خاصة به زي ضريبة إرادات النشاط التجاري والصناعي والضريبة على إرادات المهن الحرة زي المهندس والمحاسب والنشاط التجاري والصناعي قلنا بتاعت الإيه بتاعت السكن أو العمارات المبنية أو الأراضي المقسمة للبيع طيب من حيث مدى مراعاة الضريبة لظروف الممول عند ضريبة شخصية وعند ضريبة عينية وهي التي تؤخذ في الاعتبار الضريبة الشخصية طبعا الخالع لها وتسمح له بعض الإعفاءات مثل إعفاء الحد الأدنى المعيشة طبعا ده كل ده جزء نظر برضو حبيتها واتضحه معاكم وهي ضريبة والضريبة التي لا تراعي الظروف الشخصية الممول وبالتالي تنظر الدخل دون النظر لصاحبه مثل الضريبة على الأشخاص الاعتبارية هنبدأ دلوقتي في حاجة جديدة والخمسة بتاعتها من حيث سعر الضريبة طبعا من حيث سعر الضريبة تنقسم إلى إيه ضريبة نسبية تؤدى على أساس نسبة ماءوية وضريبة تصعودية زي ما شرحتها في النسب دلوقتي أن الضريبة نسبية يعني بتحدد بنسبة معينة من صف الربح زي ضريبة الأشخاص الاعتبارية وضريبة تصعودية قلنا يتدرك سعرها تابعا لحجم المبلغ المفروض عليه فيزداد السعر بزيادة المبلغ الخضع للضريبة مثل ذلك الضريبة على داخل الأشخاص الطبيعيين عايز دلوقتي معاكم حاجة مهمة جدا اللي هي الضريبة على دخل أو على الأشخاص الطبيعيين اللي هي زي ما قلنا مع بعض أنواع الضريبة على الأشخاص الطبيعيين هناخد دلوقتي أنواع الضريبة على الأشخاص الطبيعيين قبل ما هبدأ فيها منهجنا ست موضوعات أبدأ معهم واحدة واحدة كده نشوف مع بعض الموضوعات بتاعتنا ونبدأ نفكر في كل سؤال بيجي ازاي يعني أنا دلوقتي ما نهجي ستة أسئلة أو ست موضوعات وبيبلي يجي منه في الامتحان بقى خمسة الستة كلهم ممكن جزء زيادة مثلا أن أنا شيل سؤال ما يجيبوش في الامتحان أنا مقرر علي الست موضوعات ولازم الست موضوعات تخلي بالك بيهم قوي أول ضريبة عندنا أو أنواع الضريبة اللي إحنا هندرسها ومقررة علينا الضريبة قلت من شوية ضريبة على داخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة على الأشخاص الاعتبارية عندنا ضريبة أربع ضرائب على الأشخاص الطبيعيين واثنين على الأشخاص الاعتبارية قلنا بقى حضراتك الفرق ما بين الاثنين نقول لكم الفرق ما بين الضريبة على الأشخاص الاعتبارية إيه الموضوعات بتاعتها والضريبة على أشخاص الطبيعيين إيه الضريبة بتاعتها نبدأ بالضريبة للأشخاص الطبيعيين أول ضريبة عندنا ضريبة المرتبات وأشرحها برضو بالتفصيل وقال لكم أجزاء فيها ضريبة المرتبات دي معناها إيه؟ أنا دلوقتي موظف بأبض مرتبي لازم يتخص مرتبي ضريبة إبقى دي أول ضريبة الضريبة على المرتبات الضريبة الثانية اسمها ضريبة النشاط التجاري والصناعي ودي خاصة بموضوعين هناخدهم إيه هما؟ إما مباني سكنية أو أراضي مقسمة للبيع على عجالة كده لما أجيها أشرحها عايز أقول لك دلوقتي إن أنا دلوقتي راجل صاحب عمارة بنيت عمارة وبعتها طيب هدفع الضريبة عليها إزاي؟ هنشوف برضو في التمرين بتاعتنا إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية في محاسبة الضريبة لو أنا عندي أرض وأستنتهى يبقى الموضوع الثاني اللي هو ضريبة النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الطبيعين لما أجيلك في الانتحاد ضريبة نشاط التجاري والصناعي بس يبقى دي خاصة بإيه؟ بالأشخاص الطبيعيين أما لما يقول لك ضريبة إراضاة النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الاعتبارية ده جزء التمرين تاني خالص عشان بيحصل لغة ما بيننا فيه مسميات التمرين وما ينفعش أقول الدرس ده بتاع الشواء الكبيرة والشواء الصغيرة لا لازم ليه مسمى عشان ما يجليش في الامتحان التمرين بالشكل ده وأنا محفظ الطالب أن يجي لك كذا أو كذا أو لو جالي في نقطة صح وغلط أو لو جالي في نقطة أكمل تمام؟ فيك ممكن نبتكر خمسين اختياري مئة اختياري على موضوع أشخاص الاعتبارية أو الأشخاص مثلا إيه؟ الطبيعيين يبقى إحنا قلنا الضريبة التانية الضريبة على إراضات النشاط التجاري والصناعي ودي خاصة بالمباني السكنية والأراضي طيب الضريبة الثالثة ضريبة المهن غير التجارية أو بيسموها المهنة الحرة ودي طبعا عندنا هي فيها وظائف كتيرة جدا يعني فيها محامي فيها الرسامين فيها وظائف تانية كتير جدا أي مهنة حرة إنما إحنا عندنا مقرر تلات موضوعات إيه هما؟ أول حاجة محاسب مهندس طبيب يبقى دول تلات حاجاتهم مع بعض محاسب مهندس طبيب لو أنا دلوقتي طبيب صبح أو فترة صباحية بكون شغال في مستاشر ودي حكومة أو كانت غير حكومة ليه موعيدي ليه ارتباطات ليه مرتب آخر الشهر إنما لو بعد الظهر فاتح عيادة أنا ممكن في الشهر أحصل مبلغ كبير وممكن أحصل مبلغ صغير أنا بقى عايز أحاسب سيادتك على النشاط الأرباح غير التجارية أو المهنة الحرة بتاعتك المهنة الزيادة اللي أنت بتعملها إضافية أو ليك مقر أو ليك مكان فيها يبقى دي اسمها معنة إيه؟ غير تجارية طيب التالت حاجة أو رابع ضريبة اسمها ضريبة السروة العقرية يبقى احنا عندنا كده أربع ضريب في الأشخاص الاعتبارية الأشخاص آسف الأشخاص الطبيعيين تمام؟ الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أربع موضوعات ودولها ندرسهم ضريبة مرتبات ضريبة إرادات نشاط تجاري وصناعي الضريبة على المهنة الحرة أو المهنة الغير تجارية والضريبة الأخيرة السروة العقرية طيب أجل الموضوع الثاني أو الجزء الثاني من المنهك ودول برضو سؤالين مهمين جدا الضريبة على الأشخاص الاعتبارية هم موضوعين اتنين ضريبة إرادات نشاط تجاري وصناعي الأشخاص الاعتبارية والضريبة الثانية خاصة بالقيمة المضافة وإحنا قلنا دلوقتي عندنا ست موضوعات هو ده منهجنا وده عايز بقى دلوقتي إن شاء الله أبدأ معكم موضوع موضوع كده وإزاي نبدأ نحله وعلى فكرة الحلقة مهمة جدا 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 للطلبة اللي طالعين من سنة تانية شعبة إدارة رايحين تالتة لازم يعرفوا منهجهم إيه إيه الأسئلة إيه اللي الممكن يجي أحله إزاي أعرف منهجي من بدايته يعتبر أنا دلوقتي بقول لحضر رأيك تأسيمات أو توزيعات المنهج إيه اللي هندرسه طول السنة فلو ركزت فيه شوية هترايح نفسك طول السنة تبدأ تحل تتمرن وياريت نتابع على قناة مصر التعليمية لحلقات اللي بتنزل ونبدأ حتى لو معرفناش تشوفها في التلفزيون حلقة مباشرة أو مثلا بس مباشر عندنا قناة اليوتيوب لقناة مصر التعليمية هتبدأ وتستفدوا كتير جدا أي استفسار في الحلقة اللي أنت حضرك عايزها اكتب تعليقك وإحنا هنجاوب لك هنتابعك تمام؟ ربنا يوفقكم برضو ونبدأ إن شاء الله دلوقتي في الجزء بتاعنا اللي هو خاص بإيه؟ بالمحاسبة والأجزاء بتاعتنا طيب الضريبة بقى قلنا على دخل الأشخاص تفرض الضريبة على مجموع صف الأشخاص الطبيعين المقيمين والغير مقيمين بالنسبة لدخلهم المحققة في مصر وتكون مجموع صف الدخل من المصادر الأتية مرتبات وما في حكمها إرادات نشاط تجاري وصناعي إرادات مهن غير تجارية المهن الحرة والسروة العقارية طيب تعالوا بقى على أول درس معنا اللي هو ضريبة المرتبات عايز بس كده هاديك تعريفات وهقول لك يعني إيه ضريبة مرتبات طيب الضريبة بتاع على المرتبات تفرض الضريبة على المرتبات على إرادات العمل التابع وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير والأجل النوعين ده طبعا هنقوله دلوقتي يبقى إيه ضريبة المرتبات تفرض الضريبة على إرادات العمل التابع يعني أنا لازم أكون شغال تابع شخصة أو شركة وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير يبقى إحنا أول درسة عندنا في المنهج يا جماعة طلبة والطلبات تركز معي شوية الضريبة على المرتبات وده على فكرة من أهم الأسئلة بتاعت المنهج مهم جدا 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 ولا يخلو بنسبة كبيرة جدا من الامتحان يعني إحنا لو شفنا من ساعة بداية امتحانات محاسبة الضرائب يعني لما بيخلوش امتحان من ضريبة المرتبات فده من الضريبة المهمة جدا 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 وممكن الضريبة يجيل في الامتحان فيها وبنبه على نقطة مهمة جدا إما تحسب يا طبعا بحسبها شهرية ففي الامتحان إما يجيبها لشهرية أو إيه أو سنوية طيب يبقى احنا قلنا الضريبة بتفرض على إرضات العمل التابع والعمل بيؤدي لعامل الحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير والأجر عندنا نوعين الأجر عندنا ركز معي بقى نوعين المرتب بتاع الموظف ينقسم إلى نوعين عايزكم تركزوا معي برضو كده وإنتوا متابعيني تشوفوا الأجر بتاعنا إيه احنا بنقول ضريبة المرتبات لا يقلوا امتحان منها والامتحان بتاعنا ده مهم جدا جدا ضريبة المرتبات يبقى عليها على فكرة درجة كبيرة قوي في الامتحان وممكن رقم لغباط لبقى الأرقام وده طبعا إن شاء الله هنشرح بالصفاتة كبيرة جدا 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 وهنتناول كل نقطة خاصة بالضريبة بتاعتنا طيب أول حاجة عايز أقولها اللي هي الأجر بتاعي أنا الموظف حكومة الأجر بتاعي ده عبارة عن إيه وإزاي بحس بالضريبة قالك الضريبة على المرتبات الضريبة تحسب على إرادات العمل التابع اللي أنت بتؤديه مقابل إشراف وتوجيه صاحب العمل أو الشخص أنت شغال معا أنا شغالت دلوقتي في مكان معين بحصل على مرتب يخصم منه الضريبة طيب الضريبة دي تخصم إزاي؟ الضريبة دي الأول لازم أعرف مرتب ده أو الأجر اللي أنا بحصل عليه كم نوع؟ هو نوعين اتنين إما أجر أساسي أو أجر متغير الأجر كم نوع تاني قلت؟ أجر أساسي وأجر متغير لو جبت الأجر الأساسي تعريفه هو أو الأجر الأساسي هو ما يكتب بعقد العمل الرسمي للعامل يعني إيه بقى معنى الكلام ده؟ لما بجي بتعين بكتب أجري أو مرتبي بحصل عليه كذا تمام؟ وبكتب ده في العقد والمرتب ده لنا بسبت عليه وبزيد عليه العلاوة والحاجات التانية كتير قوي فعلازم أعرف الفرق ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير الأجر الأساسي ما يقيد بعقد العامل أو الموظف اللي بتقيد في العقد بتاعك أما الأجر المتغير ما يضاف إلى الأجر الأساسي إذا كانت بدلات أو حوافز حاجة بخدها زيادة نتيجة لعمل إضافي أو نتيجة لمجهود أنا بعمله في قلب المنشأة أو ما ينص عليه البدلات والحوافز اللي بخدها كل سنة والعلاوات طيب الأجر الأساسي قلت تاني ليه نوعين مرتب أساسي وعلوة خاصة والعلوة دي بتكون نوعين علوة خاصة أو اجتماعية بتكون نوعين أو إضافية يبال العلاوة إما خاصة أو اجتماعية أو إضافية يبال العلاوة كم نوع؟ ثلاثة طيب الأول الأجر نوعين أجر أساسي وأجر متغير طيب حضرتك ناخد الأجر الأساسي الأجر الأساسي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مرتب أساسي وعلوة خاصة أو اجتماعية أو إضافية طيب حاجة تانية والمهمة جدا الأجر المتغير وإحنا عندنا ثلاث حاجات أساسين إيه تاخد بلك منه؟ بدل طبيعية عمل حوافز إنتاج أجر إضافي ويضاف إليهم علاوة خاصة غير مضافة يبال العلاوة بتاعتنا الخاصة أو الإضافية أو الاجتماعية إما تكون مضافة وإما تكون غير إيه؟ مضافة طيب دايماً العلاوة بتكون معفاة يعني أنا دلوقتي نتناقش مع بعض كده بطريقة مبسطة على طريق حساب المرتب باجي حضرتك أجيب مرتبك وأقول إن أنت بتاخد في الشهر في العقد بتاعت 1500 جنيه تمام وفي علاوة بتاخدها تاني 300 يبقى بجمع 1500 مع 300 ده أجرك الأساسي طيب وفيه برضو بعض الناس بيعديها حاجات كتير جدا إن الأجر الأساسي هو اللي بيحسب عليه العلاوة هو اللي بيحسب عليه البدل وبيحسب عليه حاجات تانية كتير طيب لو أنا قلت المرتب الأساسي إنما الأجر الأساسي عبارة عن المرتب والعلاوة وبرضو إحنا اتناقشنا كتير إحنا وزمالي يعانا موضوع الامتحان بتاع الدور الأول إن لو جاب لك قال لك مثلاً الأجر بتاعنا 1600 جنيه يشمل علاوة يبقى أنت كده يشمل علاوة 200 يبقى الأجر بتاعك كان 1400 يبقى لما يجي يقولك كلمة يشمل على طول أشيل العلاوة من إيه؟ من المبلغ بتاعي الحاجة التانية والمهمة جداً طيب لو أنا قال لي مرتب 1500 وعلاوة 200 فبجمعها عليها مش عايز أخرج ودلوقتي ما تطارق لموضوع المرتبات إنما أنا عايز أوضحه إن الأجر عندنا نوعين أساسي ومتغير والأساسي مرتب وعلاوة مرتب وإيه؟ وعلاوة إضافية أو اجتماعية أو خاصة وتكون مضافة لأجر الأساسي ودائماً العلاوة دي معفاً من الضريبة والأجر المتغير بضل طبيعة عمل حوافز إنتاج أجر إضافي الحاجات دي كلها إيه؟ سابتة وبنعمل كشف كده بنبين في المرتب بتاعنا إيه؟ هيتحسب إزاي؟ وأحسب الضريبة عليها إزاي؟ بجمع أول حاجة أول خطوتين بجمع الأجر الأساسي والأجر المتغير وجمعهم مع بعض وببدأ بعد كده إن شاء الله نشوفها في حلقات تالية على موضوع حساب ضريبة المرتبات بس أنا عايزة أرجع دلوقتي معاكم مهم جداً أن أنتم تعرفون الأجر بتاعنا نوعين نشوف مع بعض الأجر دلوقتي كام نوع ونبدأ نطبق نشوف هنحل تمرين جزء مثلاً من تمرين أو جالنا جزء في امتحان اختيار نحله إزاي؟ طيب الضريبة على المرتبات قلنا الأجر نوعين أجر أساسي يشمل مرتب أساسي والأجر المتغير يشمل بضل طبيعة عمل طبعاً الأساسي مرتب أساسي على وخاصة أو إضافية أو اجتماعية والأجر المتغير يشمل بضل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافي طيب يمكن تقسيم الإرادات الخضعة للمرتبات إلى الأنواع التالية مرتباتهم في حكمها والمكافآت نظير أعمال إضافية والمزايا النقضية طيب نبدأ مع بعض على الجزء الثاني أقصات التأمين على الحياة والتأمين الصحي في جزء برضو حبيت برضو أجيب لك كده فكرة عنه عن أقصات التأمين على الحياة والتأمين الصحي طيب كل موظف يحصل على مرتب بيبقى لازم يدفع تأمين صحي وتأمين على الحياة يخصم من مرتبه ضريبة مرتبات أقصات تأمين على الحياة طبعاً دي من ضمنها والتأمين الصحي لو إحنا قلنا بفرض أن صافي الإرادة السنوي المؤقت يبلغ ستين ألف جنيه يعني حد بياخد في السنة مبلغ ستين ألف جنيه والمبلغ السنوي المدفوع في قصة تأمين ألفين فإن قصة تأمين السنوي يبلغ كام ألفين ولا تسعة ولا عشر تلاف بص يا جماعة بس عايز أقول لكم حاجة عشان تفهمها واحد بياخد صافي مبلغ في السنة ستين ألف وهو بيدفع تأمين على حياته ألفين جنيه فالتأمين اللي يدفعه بقى كام في السنة لازم نعمل خطوات اللي أنا أعملها بتاعة طريقة الحل اللي تحت دي يتم عمل مقارنة بين الآتي بص يا جماعة الستين ألف دي اللي هو الإرادة السنوي تضرب في خمستاشر على مية تضرب في كام في المية خلي بالكم الراجل ده بيحصل في السنة مش في الشهر يعني أنا برضو عايز أوضحها تانية عشان ما تقوش في حل التمرين إن موظف بيحصل طول السنة على ستين ألف وبيدفع في السنة كلها تأمين على حياته أو حياة زوجته مبلغ ألفين جنيه فهو عايز يقول لي أنا أخصم كام هل هخصم الألفين ولا هخصم أكتر ولا هخصم أقل إحنا بنمشي كده بخطوات بنعمل مقارنة ودي برضو هتبقى في قلب التمرين بس طبعا سابق لأوانها أنا أعملها كاختار معنا دلوقتي هقول لك الستين ألف الإراضي الخاضع دلوقتي السنوي ستين ألف في خمساشر عالمية هتطلع تسعة تلاف والمبلغ المدفوع اللي هو دفع عندي ألفين وإن رقم ده سابق عشر تلاف حضرتك يجب أن تختار ما بين الإيه؟ ما بين العشر تلاف أو الألفين أو التسعة اللي تلعت طبعا نختار أيهما أقل اللي هي كام تسعة تلاف جنيه طيب خطوة تانية نفس الكلام بفرض أن الإراضي صافي الإراضي السنوي ستين ألف والمدفوع قاقص التأمين ستاشر فإن التأمين السنوي يبلغ ستاشر ولا تسعة ولا عشرة بنعمل نفس الكلام ستين ألف في خمساشر العالمية تلعب تسعة تلاف وهو دفع ستاشر والرقم السابق عشر تلاف طبعا بناخد الأقل اللي هو كام التسعة طبعا بفرض أن الإراضي الصافي الشهري ضحس كده ده سنوي وده إيه شهري تلت تلاف والمبلغ المدفوع قاقص التأمين تمنمية والمبلغ الشهري طبعا تختار كام هنضرب التلت تلاف اللي جات لنا دي في خمساشر العالمية بربعمائة وخمسين والتمنمية اللي دفعهم والمفروض أن إحنا بنحط بدل عشر تلاف جنيد ولو أسامناهم على اتناشر هيديني تمنمية تلاتين وتلاتة من عشرة ده رقم سابت فنختار الأقل في التلت أرقام هيتطلع كام ربعمائة وخمسين بملاحظات مهمة جدا في المرتبات وانت بتحلها إذا كان الممول يؤمن على حياته لصالح زوجته وابنه البالغ أو ابنته المتزوجة أو والدته يقص يقسم المبلغ التأمين على اتنين عند تحويل الإرادة الشهري إلى سنوي يقرب إلى أقرب رقم عشر يقولنا بقى عشان إيه هنشتغح ده كل ده هنفهم إن شاء الله من التمرين بس ملاحظات عشان تبقى عارف يعني ضريبة مرتبات إذا كان الأجرس أساسي أو المتغير بالتمرين مهمة جدا جدا لو أنت في التمرين جاب لك المرتب ده سنوي يجب أولا أن يحول إلى شهري بالإسم على اتناشر تقسمه على اتناشر طب لو كان شهري خلاص مش محتاج حاج يعفى من الضريبة كلهم من بدل الصفر والانتقال إذا كان مقابل تكاليف فعلية يتطلبها العمل الضريبة الثانية ومن الضريبة المهمة جدا اللي عندنا اسمها الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي عايزة أوضح لكم بس حاجة مهمة عليها اللي هي ضريبة نشاط التجاري والصناعي ده بيجي عليها تمرينين إحنا كده خلصنا تمرين مرتبات الجزء الثاني عندنا بيجي عليها تمرينين إيه تمرين اللي ممكن يجوا عليها؟ إما مباني سكنية أو أراضي مقصمة للبيع عايزين بس نفهمها الأول عشان لو جالنا التمرين نتخيل التمرين تحل إزاي حاول إفهمه مش لازم أحفظ النسب ولازم أول ما أشوف كذا لا 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 هي محتاجة منك شوية تركيز حضرتك محتاجة تبني عمار وأنا كمأمور ضرائب عايز أحسب الضرائب عليك إنت أول ما بتفكر إحنا بنقول تحسب الضريبة على صف الدخل أو صف ربح الخاضع ليه أو ما يحصل عليه الممور طيب يعني أنا حققت ربح معاين لما حضرتك أحسب لك ضريبة على العمارة بتاعتك مش حضرتك بنيت عمارة واشتريت أرض وعملت كل ده ومصاريف وبعتها فحققت لك ربح أنا بقى عايز أعرف أنت بعتها بكام وصرفت قد إيه الفرق ما بينهم يطلق عليه صف ربح أو عائل ضريبة بتاعنا طيب لكن شوية مع بعض تخيل أن أنت عايز تبني عمار أول حاجة بتفكر فيها تعمل إيه أه سامح حد بيقول لي أبدأ أول حاجة أشتري الأرض طيب وانت حينما بنشتري الأرض بنشتريها كده ولا بالمتر بالمتر طيب المتر ده ليه سعر ولا ملوش سعر ليه سعر يبقى أول حاجة بفكر فيها أن أنا لما جاب نعمارة أشتري قطعة أرض وبضرب المساحة في السعر عشان أجيب لي التمن طيب دفعت لها عمولة وصنصرة دفعت لها أتعاب قانونية دفعت لها انجارة وقهربة ونور ومياه وكل مواد البناء كالفتاح أو تحصل عليها بمبلغ مثلا أنت اشتريت أرض بستمائة ألف وبنيت عمارة مبلغ مليون إذن إجمالي تمن العمارة هيبقى مليون وستمائة ألف ثم بعد كده تبدأ تشوف باعت الشقة بكام وتشوف حضرتك أنت العمارة دي عاملها كام شقة في الدور شقة مثلا لو نفترض أن العمارة مساحتها ستمائة متر هيبقى شقة مثلا ربعمائة متر وشقة متين متر ببدأ بحزبة من خلال برضو مش عايزين نسبة الأحداث إن شاء الله الحلقات الجاية نبدأ نشرح لكم ضريبة إرادات النشاط التجاري والصناعي وخلي بالكم دي تابع لأشخاص الاعتبارية طيب الجزء الثاني معنا اللي هو خاص بإيه طبعا زي ما أنتوا عارفين اللي هو ضريبة إرادات السرول أو قلنا مع بعض بعد من خلص إرادات النشاط التجاري والصناعي خاص بالسكن والجزء الثاني خاص بتقسيم الأراضي زي إذا قسمت أرض وبعتها طيب الجزء الثاني معنا هنشوف دلوقتي مع بعض اللي هو إيه الضريبة على إرادات النشاط التجاري قلنا أرباح شركات وتشييد العقارات بقصد باعها اللي هي العمارات السكنية أو شراء الأراضي وتقسيمها والتصرف فيها تم باعها ثم بعد كده عايزة ما قلت من شوية عايزة أحسب الأرض سامن شراء الأرض المساحة في السع دفعت لها بقى عمولة وصمسارة ورسوم تسجيل وتكاليف استخراج وتكاليف مباني ده بيبقى إجمالي تمن العمارة وبجيب مساحة الشقة المبنية ازاي من خلال القانون ده مساحة كل شقة على عدد التوابق وبجيب تكلفة المتر الواحد وبعد كده الضريبة على إرادات المهن غير التجارية أو المهن الحرة قلنا يقصد بالمهن الحرة تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغيرة وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها إلى كفاءة علمية خاصة كالمحاسب والطبيب والمهندس شروطها بقى قلنا الخضوع مزولة المهنة بصفة مستقلة قيام المهنة على عنصر العمل احتراف المهنة ودي عايز أوضح فيها إن احنا هندرس ثلاث مهن اللي هم المحاسب والطبيب والمهندس وعايز كده بسرعة أوضح لكم إيه نفترض أنا خدت دلوقتي المحاسب إيه اللي تتوقع لو إنت عندك مكتب محاسبة إيه الإرادات اللي بتحصلها وإيه النفقات اللي بتصرفها إحنا قلنا دلوقتي واتفقنا إن إحنا نحسب الضرائب على صف ربح الممول طيب هنشوفي الأول الإرادات اللي بيحصل عليها الممول زي أتعاب حضور جلسات أرباح بيع جهزة كمبيوتر أتعاب محاسبة أتعاب تقديم أرباح بيع أساس مستهلك طبعا أنا المفوض دي مش إرادات يعني هي بس إرادات مش خاضة عن نشاط الإيه المكتب الخاص بالمحاسبة بس حبيت أوضحها عشان أقول لكم عايز أوضح حاجة مهمة جدا في الإرادات والنفقات دي اللي بتتصرف في عجلة كده سريعة عايز أقول حاجة مهمة جدا إيه هي أنا دلوقتي لما هيكون عندي مكان زي ده محاسب أو مهندس أو طبيب لازم شرطة أساسي يكون عندي إيه أعرف إن نفقات اللي بيصرفها وأعرف إيه الإرادات اللي بيصرفها طيب ودي بعض اللحظات لو خد عموله عن تسطف بيع أمارة لا تولع ضمن الإرادات أرباح بيع منزل يملكه برضو ملهاش علاقة مكافئة مساعدين ملهاش طبعا المساعدين دي بحصل على الأساس النقدي ولا يؤثر المحسوب شهريا العيادة الإيجار النقدي واللي ما بتحسبش اشتراك نادي رياضي يستمع من التكلفة إنه مصروف شخص يبقى أنا دلوقتي عايز بس بس بسرعة في التمرين ده أقول إيه إن إحنا دلوقتي لازم نعرف لو كنت محاسب أو مهندس أو طبيب إيه الإرادات أو الأشياء أو النفقات اللي أنت بتدفعها طيب الضريبة الرابعة ضريبة على إرادات السروة العقارية مفهوم ضريبة السروة العقارية تفرض على داخل أشخاص الطبيعيين على إرادات الوحدات المفروشة والمؤجرة إيجار جديد أو يطلق عليها الأحكام القانون المدني ويطلق علي الإيجار الجديد عايز أعرف بقى لما يكون عندي عمارة وأنا مأجرها في الدرس اللي قبل اللي فات اللي أنا قلته إرادات النشاط التجاري والصناعي كان عمارة سكنية أنا بشتريها ثم ببيعها إنما دي دلوقتي عبارة عن إيه عن مفهوم ضريبة السروة العقارية لما يكون عندي عمارة سكنية والعمارة دي حضرتك أنت بتأجرها هحسب الإرادة الخاضعة لك مع العلم أن أنت لو صاحب عمارة لو العمارة عشر طوابق بس تبعد لك طوابق واحد فقط ركزوا طيب الإرادة الخاضعة بيساوي القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في عدد الشهور في خمسين على مية القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في عدد الشهور في خمسين على مية الطابق اللي بيسكن الممول وأسراته يعفى من الضريبة طابق واحد مدة الإيجار الفعلي بيكون بالشهور وإذا لم تحدد بداية الإيجار تعتبر من بداية العام يخضع سكن أخو الممول أو والدته أو زوجاته الثانية إلى الإرادة الخاضعة للضريبة إذا كان سكن يسكن طابق آخر غير الطابق للمموت طيب الضريبة على القيمة المضافة وقلنا القيمة المضافة دي هي ضريبة سابق تحملها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خضع للضريبة قلنا أهدافها بقى بتحقق العدالة الاجتماعية ودي ضريبة مستحدثة مقررة علينا للسنة الثالثة يعني دلوقتي بقى لها ثلاث سنين عندها إن شاء الله في السنة الجديدة ودي بقى قلت ميزة محاسبة الضريبة بنها بتتغير من فترة للتانية حصول الحكومة على موارد الحد من الاستهلاك عايز بس أقولكم إن إيه الضريبة دي عبارة عن مخرجات ومدخلات المخرجات هي المبيعات والمدخلات هي المشتريات طيب مراحل إعدادها مهمة جدا مراحل تطبيقها دي منتج تاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مستهل طيب بعد كده آخر حاجة الضريبة على الأشخاص الاعتبارية دي محتاجة منك شوية تركيز شوية وسؤال محتاجة على الشركات يبقى إحنا النهاردة استفادنا حاجة مهمة جدا من المحاسبة طيب إحنا دلوقتي خدنا كل ما يخص بعملية محاسبة الضريب خدنا ست موضوعات والجزء الأخير ده محتاج استفادة وشرح كبير قوي اللي هو الأشخاص الاعتبارية عرفنا أن الضريبة تطبق على أشخاص صبعين وأشخاص اعتبارية عرفنا أن الضريبة لها أنواع عرفنا ست موضوعات آخر قبل ما اختم معكم الحلقة ضريبة مرتبات ضريبة إرادات نشاط تجاري وصناعي ضريبة مهن حرة ضريبة سروع قرية وضريبة القيمة المضافة وأخيرا ضريبة الأشخاص الاعتبارية نتمنى نكون عند حسن ظنكم وإن إحنا قدرنا نوضح لكم كل ما يخص محاسبة الضريب في الحلقة التعريفية بمحاسبة الضريب وخاصة بشعبة الإدارة عشان ما نطلق بطش كل شعبة من شعب الدبلوم التجاري لها محاسبة مختلفة عن التاني نلقل شوية نبدأ إن شاء الله سنة جديدة وسنة إن شاء الله تكون كويسة بالنسبة لكم كلكم واتحقق أمنياتكم ونكون يا رب أسعدناكم نكون وفقنا في تقديم معلومة مهمة جدا عن محاسبة الضريب كان معكم أستاذ محسن شريف معلم بوزاة التربية والتعليم تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته